السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديد وصمالي هر نهار ان شاء الله سنقدمه حل الحلقة على كيفاش نكتروا الحليب يعني شموما الاشياء اللي نقدروا نديرها باش نكتروا الحليب في الأم اللي عاد ولت أم دي الألانب اللي عاد ولت كما كتشوفوا معايا هذا هو واحد جوج نتوات اما هاد الجيهات قريبا غادي نتوات سموه هي الطريقة اللي كنديرها نهاية طريقة خاصة اللي كنديرها باش نكتروا الحليب للأمهات يعني يلا تكون ولدت الأرنابة سموها سموها الاشياء اللي نقدروا نديرها باش نكتروا لها الحليب يعني فهدي كانها ضرب في اليوم الأول والثاني والثالث لأن في ذاك المرحلة اللي كتكون الصغار في مرحلة خطر وخاصة ترضعهم يعني قصد الحليب يكون عندها في الحلامات ديالها بوفرة وقدشن ما كان عندها الحليب في الحلامات ديالها بوفرة كتصحة ديال الصغار كتكون مزيانة وتمني كيكبروا كيكبروا في واحد طريقة مزيانة وانتو ما كتحسوا بالتربية ديالهم ساهلة ما كي يعدبوكمش ما كيخرش تفاوت في الأطوال كلهم كي يحلوا عينهم في نفس الوقت مهم انتو ما قد يتلاحظوا هاد القادية بالنسبة ل الأطعيمة اللي غتعطيهم والأطعيمة الساهلة ساهلة كانوا كيددرواها جدودنا هاد هاد طريقة هادي كانوا كيددرواها جدودنا اه شحال موحد تقول لا غالي ندير السيكاليم ديال الحليب السيكاليم ديال الحليب انا راني قدرت عليه الحلقات راهدار المشكل يعني شحال مختراع حضرت على هذا الموضوع وردان المشكلة للناس انه واش هما بمدينين فيه شي حاجة اللي ولت كتدر الصغار المهم احنا هاد ما شو هو موضوعنا موضوعنا ديل هاد النهار وهو اسمه انديرو نفي النهار الأول والثاني والثالث ولما لاتها صيماً اللولة يعني انتم شوعلهم بواحد نظام غذائي هي طرق سهلة أول حاجة وهي معي القادة للعسل وخطكن عادية أنا ما كنكلفش على عبار الله وخطكن عادية للعسل الرخيص رخيص الثمن تشدوها وديروها لها مع الماء هذي طريقة كانوا كيديروها جدودنا واحد يعني حنى جدة هي اللي كانت كتديرها الطريقة وكانت كحكت لي كيفاش كتدير في الأيام الأولى باش تدير الحليب لأمثى دي الأنانب كتدير معي القادة للعسل في الماء ثاني حاجة لقامة لقامة اللي كاتشعر عليكم ديال أعزائي أصروها واحد شوية ديروها في واحد طاصة وعطيها تاكل ونخالة الخالة تيرخيص الثمن هي واحد شوية كديرو عليها شوية ديال الماء غير شوية ديال الماء اني ما كتقاش ناش فقط للحد ماشي كتغرقوها بالماء ولكن غير كتديروا واحد شوية ديال ما في ديكم وكترونوها ديك النخالة وكتعطيوها تاكل كين واحد النبتة اخرى راني غير ما لقيتهاش راني كتوعدت واحد السيدة انا في كومنتر اني نجيبها راني باقي ما لقيتهاش سميتها تيفاف تيفافي للناس اللي كيعرفو الحويج ديال الفلاحة ركين واحد النبتة كتكون تقريبا مشوكا مشي مشوكا بززاف ولكن ديال بحال شكل ديال الشوك كتكون متفرعة هاديك راح تايا إذا كنتو رقيتوها اكد ما نقول لكم شو سمو كتدير في الانب كتعطيهم واحد الحليب بغازارة قاع كتولي يعني الحالمات ديالها كتدفقوا بالحليب اذا هدو ثلاثة الحويج بساطين يعني العسل في الماء ثاني حاجة انو خالة مرونة شوية بشوية ديال الماء من الاحسن يكون ذاك المدافي احسن من الاحسن وثالث حاجة هاد تيفاف تيفافته هو مزيان مية في المية يعني الطرق بسيطة ولقامة إذا رحت هاد لقامة والعسل كلهم فيهم حلاوة هي الارنبه في الول السمو كتكون باقية لا كتكون باقية في الحقيقة كتكون محتاجة للحلاوة الحلاوة كتخليها بحد حادي الطاقة ديالها كترجع ا الذين تدرتوا العسل كتحسو بها هي مشي تشحموا حقية غلط وكيدير الافيتامين ما يصلحوش للأنثى اللي كتردع. ما كده مكيدرش حليب. من الأحسن تديروها غير حلاوة. أنا قلت لكم عسل أو لقامة. لقامة دي الأتيرة كتكون تهيئة حلوة لأنك كتكون نشرتهم منها أتي. لقامة تهيئة. استعملت تعطيوها السادة. عصرواها شوية بين يديكم وعطيوها هنا. ونخالة. تهيئة معروفة. وهذا نبتايلها إلي لقيتها إن شاء الله. هلأني غادي نجيبها ونوريها لكم. سميتها اتفاف. نبتادي الاتفاف. تهيئة مز صراحة أنا جربتها مزيئة. إما تعطيوها لها خضراء. إما تعطيوها لها. والأخضر تهيئة مزيئة. الألاني ابنك تكون يا الله ولدت. غدا وقوهم شي شوية من الأخضر. نبت أخضر. شوية. 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 تتكرموه واحد شوية. وتعطيوه لهم. تهيئة هو مفيد ومفيد بززاف. في دك الفترة. إذن إلي عجبكم الفيديو. شاركوا معنا. تقوموا على الجرس كي يصلككم الجديد. سندونا بزر جام. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. اشتركوا في القناة.